النهاردة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد انطلاق وقائع المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حضر المؤتمر السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وعدد من رجال الدولة طيب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مهم إلى أي مدى مهم إلى أنه هو ركن رئيسي أو ركن عالي المستوى لو حبيت تسميه كده في عملية التنمية في الدولة ودعم منظومة شبكة الحماية الاجتماعية علشان ده جزء من التوجهات بتاعاتنا يمكن خلال الكام سنة اللي فاتوا وبالذات في 22 وأظن مسألة الحماية الاجتماعية دي تتستمر معنا شويتين في 23 يحصل تكامل ما بين التحالف وما بين الحكومة وما بين القطاع الخاص ده كده المسلس فالقطاعات الثلاثة دي أو رؤوس المسلس الثلاث تشتغل على تنمية مجتمعية وأنشطة خدمية لصالح المواطن المواطن فين؟ في كل جمهورية مصر العربية مش من المحافظة دي ولا المحافظة دي لا في 27 محافظة وده مهم جدا خلونا نسمع مقتطف صوتي من كلمات فخامة الرئيس وهو يعبر عن أمله في أن 20-23 يبقى فيها جهد أكبر في مجال العمل الأهلي التنموي خلونا نسمع ونرجع نكمل الكلام احنا كنا قلنا 2022 هو عام المجتمع المدني بس بصراحة ظروف 23 يا جماعة وأنا بكلم نفسي وبكلم الحكومة وبكلم كل المؤسسات يمكن تكون محتاجة مننا أن احنا نبزل جهد أكتر من 2022 لأن زي ما انتم شايفين الأزمة اللي احنا بنتكلم عليها أزمة كبيرة قوي قوي وليها تدعيات على العالم كله وأنا اتكلمت في الموضوع ده لكن مش ه يعني هتكلم فيه تاني أن الأزمة دي أزمة كبيرة وليها تأثير كبير وبالتالي إذا كانت منظوات المجتمع المدني محتاجة تشتغل أو الكيان بتاع التحالف يشتغل بهمة وبضغط كبير خلال 22 أنا متصور أنه محتاجي يتضاعف هذا الجهد خلال 23 أنت قلت فيه 14 مليار هتقدموهم مش كده دكتور مصطفى هتقدموهم والأنا بدعو للجميع للمساهمة أكتر وإحنا من جانبنا كحكومة أول حتى من سندوق تاحية مصر وبيت السندي نكمل الرقم ده أكتر من كده مش عايز أقول رقم محدد عشان المساهمين يزودوا وعشان كمان الحكومة تبزي الجهد معنا في أن احنا نخلي الحركة وتواجدكم التنفيذي اللي أنا بهنيكو عليه وأنا يعني أنا على اتصال بيكم بكلم كتير من الكيانات دي وبقدردش معها وبسمع زي موضوع التمكين زي ما حضرت كده الجمعية اللي بتعملوها بتاعت بتاعت أنتوا تعملو جمعية وجمعوا فلوس وبعدين تشتغلوا وبعدين تشتغلوا كده يعني امتابع وشايف أنها أفكار السيدة رضا يعني وكل اللي موجودين عشان ببس ابتحد أفكار جميلة جدا جدا وتتناسب مع ظروف المجتمع شكرا